معاناة الكويت مع تدقيقات الخزانة الأمريكية ومجلس الأمن حيال جمع التبرعات بشكل غير قانوني ووضعها على القائمة الرمادية لفترة أطلت برأسها مجددا بعد إلقاء القبض على خلية الإخوانية مؤخرا ومعلومات باستخدام أموالها لتمويل التنظيم يذهبوا ليقدموا مساعدات لأناس هم يرونهم مستحقين لكن قد لا يكونهم من ناحية الإنسانية البحثة مستحقين قد يكونوا حقيقة عوائل إرهابيين أو متطرفين أو هاربين أو أو إلى خرى مشاركة أعضاء الخلية الإرهابية بجمع التبرعات عبر جمعيات خيرية أخوانية كانوا على كفالتها فتحت ملف تشديد الرقابة على عمليات جمع الأموال ما دفع وزارة الشؤون للإعلان عن مخالفات شابت عمليات جمع الأموال أبرزها مخالفات محلية شن حملات تبرعات بدون ترخيص عدم الالتزام بالأماكن التي تحددها وزارة الأوقاف في المساجد جمع تبرعات من خلال صناديق وأكشاك وشاحنات مخالفة إقامة أفرع غير مرخصة للجمعيات في المناطق السكنية تلك الملفات لم تقف عند حدود الكويت بل كان المال المجموع لتبرعات المواطنين عابرا للقارات أحيانا واستخدم بغير علم من جهات الإختصاص كوزارة الشؤون التي تشترط إشرافاً تاماً لوزارة الخارجية على توزيعها والمشاريع التي تقام عبرها أبرز التعديات الخارجية تجاوز أنظمة وزارتي الشؤون والخارجية تنفيذ مشاريع مع جهات خارجية جرى إيقاف اعتمادها سفر بعض أعضاء الجمعية للخارج من دون التسجيل في المنظومة الإلكترونية مخالفة المنظومة الإلكترونية لوزارة الخارجية رصدت الشؤون توزيع بعض الجمعيات زكاة المال نقداً خارج الكويت بالمخالفة للقانون حساسية العمل الخيري للكويتيين يضع حكومة بلادهم بين مطرقة تطبيق القانون وسندان توجيه الاتهام لهذا القطاع الحيوي لكن مشرط الحل وسحب التراخيص قد يطال فقط الجمعيات التي يثبت تمويلها لجماعة الأخوان من الكويت شاهد المتروك العربية